طيب يلا شباب نجيب بقى مباريات الدوري من الجولة الاولى عشان الكابتن طريق سليمان كمان الجولة الاولى والجولة احنا طبعا معنا الجولات كلها مفيش حارس مرمى في ست جولات نقدر نديره تماميس في كل الجولات حافظ على مستوى في ست جولات لا ولا حتى في اتنين او ثلاثة يعني يعني صعبة يعني احنا احنا انا شوف طبعا انا اتفرجت على كل الجولات كلها طبعا بتفرج ولو حتى ما بتفرجش برجع اتفرج على الملخص فباشوف كل الجولات طي الجولة الأولى أنا شايف أفضل حورتين حروس مارمها في الجولة الأولى كان الزمفولي الداخلية مع NB وكان أحد نجوم المبارادي وكسب فرئته في المبارادي 1-0 وكان عنه لطفي مع Z، مع الإسماعيل تصدل دا الزمفولي طبعا في مباراة NB مع الداخلية وكان أحد نجوم المباراديات وخد أفضل حارس في السبو عمل مباراة كبيرة وكان لها تصمديات وعمل مباراة كبيرة فعلا كان هايل في المباراديات وعشان كده خد افضل حارس في الجولة دي طبعا دي لعبها بوكس ودي اتعامل معها تاني ودي التالتة كمان. ممتازة دي. فطبعا ايه يعني دي صدت يعني تاريخية بقى تلت من من تلت مرات بوكس وبعدين برجله وبعدين في النهاية اتعامل معها الكرة الاخيرة دي قد صعبة جدا. صح. فالزنفوليا استحق ان في الاسبوع الاول ان يبقى افضل حارس في الجولة الاولى. اه على بالمناسبة المبارادي كان جاي بعد فتح غياب طويلة كمان. بالزبط. مرافو عليك. اه. لانه قاعد سنة كاملة ما بلعبش في في البنك الاهلي. صحيح اصابة. اه. اصابة وبعدين اه وبعدين اه راح ادخلات سنادي عشان يرجع نفسه عشان يلعب. صح. فانا بحييه على المباراديات مباراة كبيرة للزنفولي. وبرضو علي لطفي برضو كان فترة كبيرة جدا ما بلعبش في الاهلي. هتقولنا جماعة بقى حالات علي لطفي. ده زنفولي خلاص. اه طبعا. اه. واخدامنا وزا ماتش في المباراديات وطبعا ده المدرب حراس امار ما بيتصور معه طبعا يعني مجهوده وشغله يعني. ده علي طبعا في المباراة زد مع الاسماعيلي. دي ضربة جزاء صعبة جدا جدا تعال معها بشكل كويس اوي. مش سهلة يعني. هيلة هيلة على الارض. علي متوقع بشكل كويس اوي. وحضر كاف في ايده. كاف في ايده كويس اوي 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 يعني. ورغم ان هو كويس في وراء مش ضربة الجزاء بس. عندما ضربة الجزاء طبعا. مس زي ما انت قلت يعني. في حراس بده كويس وبعد كده المستوى. اه مناش كيا بقولك مناش تلاقي انا حارس مار ما كان كويس في ثلاث مباراة وراء بعط. عشان ندينه مسلا افضل حارس في ست جوالات. صح. لأ. عشان كده انا وزعت. طيب. دي طبعا الجولة التانية الزمالك والمقاولين. ده افضل حارس افضل افضل حارس في في الجولة دي. طلع حاجات صعبة صعبة في مباراديات بتزاد الكرة بتاعت الكرة كمان بتاعت احمد سيد زيزو كان صعبة جدا يا كابتل كاريب. صعبة جدا. جدا. تقريبا تقريبا هي دي. تقريبا هي دي. اه هي دي. اه. دي طبعا صعبة جدا. فيها فيها. فيها باور من ابو السعود وفيها اداء حركة فيها ومهارة. فدي صعبة. هو حطها طبعا في البعيدة. شالها من فوق ابو السعود. عشان تروح في البعيدة. بس ابو السعود طبعا مع الداش القائم. ومشي مع الكرة. كمل معها. هي طبعا ايه. هي طبعا فيها بطء شوي. كرة. بس خداعة جدا. بس هي طبعا صعبة. يعني ممكن. اه. عكس اتجاهك. اه. اه. فطبعا ان ابو السعود اتعملها بشكل كويس او دي دي اللي اداته اه اه من اه اه زمدش في المباراة. فالجولة التانية اه اه ابو السعود هو افضل حارس في العظيم. هاتول لبعض ايا شباب. في الجولة التانية. مشي. وافضل لعب في المباراة. افضل لعب في المدارب الحراس عشان ياخد حقه. مدارب الحراس موجود اهو. اه طيب اصلا اللي فات كان فيه مدارب الحراس بياخد حقه في السورة وقلت كابت الطارق مش موجود في الصورة ليه طيب ناخد بقى الجولة الثالثة شباب الجولة الثالثة محمد سعيد شيك نجم بفوق العاد يعني الشروط التاني المباردة خلص اتنين اتنين لو اتفرقت على الفرص هايل 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 ولد ممتاز جول كويس جدا جدا وشايل فارقه السنة اللي فات في ماتشات كتير والسنة دي طبعا المباردة بالذات كان ممكن فارقه يخسر المباردة دي في الشروط التاني اكتر من خمس ستة اهداف انما التفوق على نفسه وعمل مباردة جدا في الشروط التاني فعشان كده محمد سعيد شيك انا اديته افضل حارس في الجولة الثالثة في المباردة فارقه مع السيراميكا ويستحقها بصراحة يعني عمل مباردة جدا جدا هايل هايل يعني طبعا دي يعني دي مش صعب اوي انما هو الصعوب هنا اعمل حاجة كويس اوي انه لوجه خطوطلي تحت عشان الكورة ما تتحطش من ظهره الرجل هو بيعمل بيحطها يعني ارجع ايه بص بص عمل ليه ايوه ايققف هنا بقى لو هو في المكان ده يا كابتن كريم والرجل ده بيحطها كان دخلت سهلة جدا بص بقى هو عمل ليه يا كابتن كريم امشي بقى كده يا جلال امشي كمان 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 بص بقى فين ده التامركز بتاع المصاحب من الاول كان لازم في المكان ده لو وقف على اربعة خمسة يرضى زي ما كان واقف كانت الكورة دي ما كانش هيجب لا ارجع تاني بقى كده ارجع كمان 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 سنة كمان بص هو فين يا كابتن كريم اوقف بقى هنا هو هنا شاف ان الراجل ده ممكن يعمل ايه يشوت يشيلها يتشوت بس يشيلها شوية تتحط في البعيدة هنا فبدأ يعمل ايه لو في المكان ده كده جول مية في المية فالحي نفس ده تامركز خاطئ بص عبيعملي بص بيعملي بص بقى فين بقى على بالزبط على حوالي اتنين يار دي مهمة جدا جدا لو وقف على اربعة خمسة يرضى كورة دي كانت زمانة في الشبكة طبعا هايل هايل يعني طيب بناخد اللي بعده الاسبوع الرابع او ده الاسبوع تقريبا ده سيراميكا كيلو باترا ده الاسبوع الخامس تقريبا ده سيراميكا كيلو باترا مع بيرامت محمد بسام من احد نجوم المبارا المبارا دي بير سيراميكا كيسب اتنين صفر اه ده كان في الاسبوع السادس كان في الاسبوع السادس بس كانت مؤجلة اه كانت مؤجلة فانا محمد بسام واحد من افضل اللاعبين في المباراديات واخد بنه في زمانتش برضو يعني التفاقع نفسه طالله حاجات صعبة قوي فيه كرات صعبة جدا 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 تطلع طالع محمد بسام حتى لو احنا لقطات معنا يا جماعة محمد بسام ممكن ما تبقاش لقطات موجود انما بسام في المباراة دي اه يعني واحد نجوم المباراة وطلع حاجات صعبة جدا جدا وبسام الامانة يعني يعني هو طبعا حارس كبير وحارس يعني ما يام ان ايام كان في طلاع الجيش والسانة اللي فات مع سيراميكا انما السنة دي انا شافه انه السنة دي افضل من السنة اللي فات طيب ناخد اللي بعده ده كان مباراة الاتحاد وسموحة المهدي سلمان ده الاسبوع الخامس ده المهدي سلمان يعني برضو في المباراة دي كانت الاتحاد وسموحة وبرضو واحد من نجوم المباراة طلع حاجات صعبة قوي برضو زي ما شوفنا الكرة اللي قبل دي برجليه طلعها حلو قوي هنا طبعا طب نرجع بقى للكرة دي عشان طلعما جبنا الكرة دي اللقطة اللي قبلها يا شباب اللقطة اللي قبل دي اللي قبل دي دي طبعا هايلا هايلا طلعها برجلي دي فها سرعة في التعاون مع الكرة لانه هو جاي من على القائم الريب امشي امشي阿مشي اقف هنه اقف هنه كمان 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 اما هو بيحط الكور كمان يا جللا امشي سنة كمان كمان يا جللا كمان 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 بس اقفهم اقفهم طيب هل المهدي في التماركس دا صح؟ غلط طبعا انما اللي اتصرف غلط مين؟ المهاجب المهاجب ده لو كرة بالطب هاي لو شالها من فوق مهدي يا منتعي السهولة هتخش جوه. هتخش بمتخش. بسهولة جدا. المهاجم عمل ايه. اديه الو في مكان. لا شاطها هي مش عايزة قوة. اه. هو هنا انا لازم اشغل دماغي. انا طبعا هنا لو انا انت بتشوتها ليه. مش هتعد مش هتخرمه. اه. كور مش هتخرم من مهدي السلمان وتعد من صدره. اه. انما هنا انت محتاج تعمل ايه. اعليها بس لان المهدي هنا في التماركز ده كده. لهو ايف يقوله. ولا هو اقريب من مين. من اللاعب. من اللاعب. اقريب من رأس المس فانت المهاجم خلى مهدي السلمان يصدقه بشكل ويطلع شكله حلو جيد. لا انا بكلم على دي بس هو كان هايل في المباراة. انا فيها مناقصه دي. احنا كجمهور بنفرج الله عليك يا مهدي. لا. لكن انت مداري حراس مرمى انت عارف ان هو ايه. انا هقول له وانا الحارس بتاعي. اه. احنا الحمد لله ان المهاجم عمله. بس انت موقف مهاجم. ما شلهاش. صح. المهاجم ما شلهاش. صح. شاطها في صدرك. صح. انما الكرة دي لو شالها جول مية في المية. انت هنا. انت م الكوزك خاطئ مية في المية. انما طبعا هو اه اه تحسب المهدي السلمان تحسب له. هي. انما لو جات جول تحسب عليه. هي. طيب هاتل لبعض الشباب. طبعا هو في المباراة دي برضو طلع حاجات صعبة. هم. هنا طبعا الكرة اه اه ملعوبة مع معدية كل الناس هو لو تعامل لو يستعجل ما يلحقش دي. هم. فهو يستنى لما تشوف هتعدي الناس كلها ولا لا. وهو يتعمل في المباراة دي خاتل منوف زماتش. وهو اللي كسب فئرة الاتحاد في المباراة. دا 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 طبع احمد مسعود في الاسبوع الخامس. الاسبوع الخامس فيه حراس بار ماتير. امم. يعنى منهم احمد مسعود في الممبراط الفاركو والجونة. اه ممبراط فاركو دي طبعا سهل لأنه متمركز كويس وعينه عالكورة هو الحالي سلامت مركز كويس خلاص دي طبعا دي مبارات الأهلي والسيراميكا والبطري والأهلي وسيراميكا والشناو برضو من الماتشات الكبيرة اللي عملها في المبارات طلع كمكورة حلو قوي باستثناء الجول الهدف الشناو يلعب عليه الهدف الشناو أنا ما عجبنيش الشناو في الهدف إنما في المبارات بشكل عام طلع أكتر من كرة كتصعبة قوي 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 طلع حاجات صعبة في الشوت الأول كمان كان آه هاي هاي كل الحاجات دي ممكن تبقى هداف يعني كل الحاجات دي ممكن تبقى طبعا هي جاد في إيديه وفي القائمة إنما برضو تعال معاه بشكل كويس ده الهدف هنا الشناو طبعا متأخر الرجل بشوت من زاوية ديه قوي تمركز وممتاز إنما نازل لتحت بزيادة نازل بجسمه قوي قوي وعلى ما جايه طلع إيده كتكورة عدت امشي امشي كمان 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 بص لازم إيده هنا تبقى أسرع لإنك بص خد بالك كورة معدية من فوق دماغه بالزبط يا كابتن كريم إنما هنا في تأخير فين في خروج لا فيه تأخير في خروج إيده الفين لفوق آه في قرار إنه يخرج إيده فوق يبقى فيه بطء في الأداء الحرك بتاع إيده وممكن هي يطلع إيديل اتنين وتيجي فيها إنما هنا شناو منازل إيديل تحت إنما الزاوية دايقة جدا هي آه راح في المقص إنما معدية منين معدية من فوق دماغ الشيناو بالزبط ممتاز ففيه تأخير في التعاون مع كورة على ما جي حط إيده اليمين كتكورة عدد لإنه طبعا سقط لتحتي بزيادة شوية إنما هو في المباردة يستحق إنه